أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قضنا ما أنذر عباؤهم فمغافلون لقد حف القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فيليل الأذقان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسراء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفدة من ماجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتاهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعزدنا بثالثها فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمن منكم وليمسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم أم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي لا آبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية فإن يردني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعة شيئا شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستاذئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وينكل لما جميعوا لدينا محضرون وآية اللوم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وآناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبد الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن مما لا يعلمون وآية اللوم الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمشتقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القديم للشمس يمغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا أنقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها وعرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو لشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهل يرجعون وانفقوا في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تذلق نفسه شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدر مبين وأن يعبدوني يا باسرات مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعين فاستبقوا الصراط فأجلنا يبسرون ولو نشاء لمسخناهم على مكادهم فما استطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن نعمره ننكزه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغل إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافدين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محذرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه ترقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون